في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالحوجبات من تفكيك شبكة إجرامية متكوينة من ثلاثة أشخاص من بينهم أجنبي تتروح أعمارهم ما بين 26 سنة إلى 35 سنة بتهم التكوين جمعية أشرار وجناية التهريب تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة عن وجود سيارة مشبوهة محملة بمواد صيدلانية محظورة قادمة من قرية بوشبكة باتجاه بلدية حوجبات استغلالاً للمعلومة تم وضع خطة محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة على إثرها تم إلقاء القبض على جميع المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق أسفرت العملية عن حجز حوالي 1800 قرص مهلوس نوع بريقابالين وهوتف ذكية و18 علبة غوفريت مستعملة للتمويه بالإضافة إلى المركبة المستعملة في نقل البضاعة